اشتركوا في القناة يمكن في انتقاداتي لاذعي شوي شوي ممكن اني انا بسيء لبعض الاشخاص او المدعين ولكن في اوقات انا لما بدي انصف شخص او بدي احكي عن شخص وبشوف انا انه شغله جيد فما رح اقصر في هذا الموضوع لانه الموضوع مش موضوع حرب وفرد عضلات وانه لازم انا اهاجم كل الناس عشان انا اللي بفهم في الامور ولا لا طبعا من فترة اتوجه لي بعض الاسئلة عن شخص فلكي اسمه عبدالله الحلبي انا عبدالله الحلبي ما بعرفه ما عمري تابعته ولا عمري حضرت له فيديوهات ولا بعرف اي اش عن علمه فما كان عندي معلومة عشان انا استند عليها عشان انا ارد عليك وعشان انا اعطيك الجواب الان اللي بحكيه عبدالله الفلكي بمختصر عشان احنا ما نكبرش الموضوع ما نخضش في الموضوع عبدالله الحلبي يعني الباين انه هو دارس وفاهم ايش اللي بحكيه بعطي معلومات صحيحة هي من علم الفلك علم الفلك بيتقسم لمراحل لمراتب لرتب او لدرجات فاحنا منحاول دائما في القناة هنا او بالاسلوب اللي انا بتتبعه انا كشخص اسمي سعيد مثلا بتتبع اسلوب اللي هو اسلوب التبسيط يعني بحاول ابعدك عن المصطلحات بحاول ابعدك عن الاشياء المعقدي بحاول ابعدك عن الاشياء اللي ممكن انها تخربطك او دخلك بمتاهات وخصوصا الاشياء اللي زي مثلا طالع السنة والتحولات السنوية والاشياء هاي ويعني هاي اشياء شوي متقدمة كثير يعني في علم الفلك ومش اي فلكي بيقدر انه يفهمها ويستوعبها ويشتغل عليها الان انا تابعت هذا الشخص دخلت وحضرت له اكمن فيديو عنده ما شاء الله عنده مجموعة من العلوم عنده بحث يعني او بحوث معينة استند الها درسها حللها طبقها ولكن عشان انا ما تعتبروا هاي تزكي انا ما في حد من اللي انا بعرفهم بعث له خارطة فلكية وقال له حلل لي ياها وهو اعطاه جواب فما بقدر يعني احكم عليه انه هو مية في المية جيد ولا هو سلبي الان المعلومات هو كمعلومات اعطاها هي معلومات صحيحة مسنودة بعلوم وصحيحة ومثبتة واحنا بنعرفها وانا متعلمها وبشتغل عليها ويمكن بالفترة الماضية لما انا تحديت اشخاص عن شغلة تحليل الفلكي والهدي طبعا هاي من الاجزاء اللي انا ممكن اني انا استخدمها في تحليل طبعا في اشياء ثاني انا ما بقدر اعلنها يعني لا عبدالله ولا غير عبدالله بعرفها انا تعلمتها فما بقدر انا اجي اشرحها او احكيها او المح عنها لانه هاي الاشياء خاصة فيه انا كواحد اجتهد في هاي العلوم ووصل لهاي المرتبة او وصل لهاي المرحلة من هذا العلم الان عبدالله بيحكي باشياء ممكن انتو ما بتستوعبوها او انتو على حسب الثقافي بعلم الفلك محدودك ما تزعلوا مني بالكلام هذا فعشان هيك هاي المسميات صعب انكوا تسمعوها من شخص ثاني او من مجموعة اشخاص يجوا يدعوا فيها ويحاولوا انهم يطلعوا تحليل يومي او تحليل فلكي او تحليل زمني او تحليل لتوقعات او شغلات زي هيك هاي بتستند على خارطة لشخص معين وتحليلات لالو ودورة الخارطة الفلكية لالو بالفترة الحالية وتحولات الكواكب وين كانت موجودة والها حسابات معقدي ماشي هذا واحد اثنين اه فهنا احنا متفقين انه هو شخص مجتهد تعب على حاله وفهم بعض المسائل من الامور هاي اخذ فيها طبقها هو بيقول لك انا حققت نتائج انا بالنسبة لانا ما شفت النتائج فعشان ايك ما بقدر ازكي هاي النتائج هذه وحد اثنين اه ما تأخذوا انتو بكل الامور هاي بدون ما تفهموا الاساسيات انا ما رح اشرح يعني ما رح ادخل حتى لو اجيت بدي اسوي دروس او بدي اسوي محاضرات او بدي اسوي هاي الامور ما رح اقفز القفز هاي واصلا مرحلة اني انا اشرح لكو عن التحولات وعن الامور هاي قبل ما انا اعطيكو الاساسي الاساس اساس انكو انتو تكونوا فاهمين شو اساس علم الفلك شو يعني هذا الكوكب شو يعني هذا النجم شو يعني مكانه في هاي الدرجة امتى في اي درجة بيكون سعيد يعني ممكن يكون في نفس البرج البرج هذا من المفروض انه هو بيت طاقته ولكن في درجات معينة بتضعف طاقته فيها فاذا ما فهمت هاي الاساسات او الاساس العلمي هاد ما بتقدروا تقفز القفز هاي وتوصلوا للمرتبة هاي ما بعرف انا لاني ما تابعت كل فيديوهاته ما بعرف هو اسس او ما اسس او دخل على الموضوع هيك هذا الاشي انا ما بعرفه لاني انا ما حضرت كل فيديوهاته ما رح اقدر احضر كل فيديوهاته فلكن انا اخذت زبدي او معلومة لانه دائما المتعلم من الاشارات بفهم انه هذا الانسان حافظ ومش فاهم ولا حافظ وفاهم ولا هو فاهم بس مش قادر يحفظ يعني هاي المعادلة هذا الانسان دارس وفاهم شو اللي بحكيه وعنده قواعد هو ضبطها وحطها لنفسه واشتغل عليها طيب الان بيجي شخص بقولك البرنامج اللي بيشتغل عليه يا اخي البرنامج اللي بيشتغل عليه هو برنامج من ضمن برامج هو مش شرط انه انت يعني لازم نفس برنامجه عشان انت تفهم ممكن انا اعطيك برنامجه وبرامج لسه اكبر من هاي البرامج وبس تحطها بذا ما انك انت ما بتعرف القواعد الفلكية مش رح تفهم ايش اللي مقصود من هذا الامر فهذا البرنامج برنامجه ولا مش برنامجه ولا امترجم ولا هو اقتبسه ولا هو حطه هذا مش شغلك ولا شغلي في نفس اللاحظة لانه هذا برنامج هو اعتمد عليه ارتاح عليه اعطان نتائج كل البرامج مبنية على نفس الداة وعلى نفس القواعد وبتعطيك نفس الدرجات وبتعطيك نفس الزوايا ولكن انت كيف تعمل لها اعدادات وكيف انت تتحكم في هذا البرنامج وهذا علم لحاله بتعلق في البرنامج وبتعلق بعلمك انت على اي مبدأ ماشي فعشان هيك لما تيجي انت تسمع لاي شخص بده ينتقد وبده ينتقد واحد الو علاقة في علم الفلك ما تسمع له مباشرة لازم هذا الشخص اول اشي يكون عنده مصداقية ولازم يكون عنده علم يعني ما بصير انت تروح تسأل واحد جاهل وتقول له شو رأيك مثلا بالله في سعيد مناع لانه هو مش رحيء اي بالاكيد يعني مش رح يعرف عن الخلفية العلمية الموجودة عن سعيد مناع ويبدو طبعا هذا النزع العربي اللي موجود فينا انه دائما هذا منافس لايلي وعمل قناة وعنده متابعين ولازم انا احطمه لاجل انه الناس تتابعني لانه اذا ما حطمته يعني الناس ممكن تروح وتسمع حكي غير اللي انا بحكي هذا الاشي طبعا للأسف الشديد هذا موجود القاعدة في علم هذا علم علم لا انا الفته ولا انا وجدته ولا عبدالله الحلبي وجده ولا ارسته نفسه وجده كلهم تعلموا بسلسله بحثوا فيه بسلسله وحطوا قواعد بتناسبهم همه ولكن كلها بترجح على نفس القواعد ان كان لابو معشر الفلكي وان كان لارسته وان كان لالاسرائيلي ده سهل الاسرائيلي وان كان لمن ما كان فعشان هيك انت ما تدخل حالك في المتاهة هي الان انا عشان اكون خاتم للموضوع انه هل بنصحك انت تروح عنده وتشتغل عنده ويعمل لك خارطة فلكية او تحولات او توقعات للك انا ما بعرف ما بقدر افتي لك في الموضوع هذا ما بقدر اعطيك جواب وما بزكيه على اساس انت تروح عليه وفي نفس اللحظة انا ما بهاجمه وانا ما بعرف انه نتائجه صحيحة ولا مش صحيحة او رح تستفيد عنده او ما رح تستفيد عنده لانه ما في علاقة بينه وبينه وما صار في نقاش فلكي بينه وبينه عشان انا ازكيه او عشان انا اهاجمه ولكن انا عشان شهادة حق امام الله وامامكم انه هذا البني ادم دارس وفاهم وعارف ايش اللي بحكيه واللي بحكيه ما جابوا من دار ابو كله يعني هذا ايش احنا بنعرفه واللي تعلموا علم الفلك الصحيح بعرفوا بعرفوا يشتغلوا عليه فعشان هيك انت اذا حاب تسمع له وتستفيد من معلوماته وعندك القاعدة الاساسية انا بنصحك روح كمل اسمع عنده لانه رح يفيدك ولكن اذا انت ما بتعرف في علم الفلك ولسه ما تأسست في علم الفلك وحابب تروح التابعه فعشان هيك هاي الها قواعد ما بعرف انا ممكن انه انا اخطأت في بعض الكلمات او في بعض الوصف ممكن هو شرح اساس ممكن يعني حط بني تحتية للاشخاص عشان انهم يتأسسوا ويفهموا شو يعني علم الفلك ممكن هو عنده خطة معينة حابب يبدأ فيها او حابب يعملها هذا اشي بيرجع له لعلمه ما بقدر انا يعني اعلم نيتو اعلم اللي في قلبه اعلم شو المقصود عنده الزلمة بس انه بده يعرض عضلاته عشان يستفيد ماديا بده يستغلك ماديا بده يساعدك لوجه الله هذا امر بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبينك انا ما الي علاقة في الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا اليومية اعتقد انه انا بكتفي يعني بهذا القدر اذا عندك اسألة او شيء حابين انت استفهم عنه بقدر اشرح الكوية بطريقة مبسطة ممكن انك تكتبو لي يا بالتعليقات وانا اشرح الكوية ولكن حاولوا قدر الامكان ما تخوء تغوصوا في مسائل يعني تكون من الاشياء المعقدة اللي ممكن التوه والتوهك كمان اذا انت ما ما عندك القاعدة الاساسية للعلم وصلنا للتوقعات اليومية طبعا اليوم الخميس 9-7 القمر استقر في برج الحوت في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر وبما انه القمر رح يكون موجود بالحوت معناته الفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة في تأثيراتها علينا منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار او قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا بذرف الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في اعي الفترة بنقع بحبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور اختناء للتصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا ثلاث زوايا فلكية خلال هذا اليوم تنتين ايجابيات واحد سلبية فاول زاوية ايجابية رح تكون اللي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام ساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 11 واربع عشر دقيقة ظهرا اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية اذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حسب اما بالنسبة للزاوية التي تليها واخر زاوية هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة واحدة وتسعة واربعين دقيقة مساء او بمعنى اخر اللي هي بتيجي في ساعات ما بعد العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم 11 سبعة رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمس دقائق صباحا لا ينتقل بعديها لبرج الحمل فعشان هيك اكثر المتضررين رح يكونوا اللهم الابراج النارية بالفترة هاي لانه القمر ما رح يكون حليف لالهم في بيته في الحوت اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الاحدى بثمنتعشر يوم في تمام الساعة ثمانية ودقيقتين مساءا بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الاضاءة ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يعني شوي في اختلاف الكواكب المزاج عندها اختلف خلال هذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة المزاج منتحس القمر في الحوت حتى يوم احداش سبعة المزاج منتزج عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر موجود في بيت المتاعب عندكم فاليوم راح يكون فيه شوي الضغط سلبي عليكم فعشان هيك اليوم مزاجكم بكون متقلب فيه نوع من انواع الحدية او الاحباط او نوع من انواع زي الاكتئاب مش اكتئاب زي الاكتئاب يعني هيك ما عندك نفس تعمل اشي ما عندك نفس تتحرك او حاسس انه حابب انك ترتاح عندك تقلب بالمزاج اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا جيدة وبتدعمك فممكن اليوم تعزز بعض الامور المالية او تنشط ببعض المسائل المالية ممكن تحقق بعض المكاسب او تطور بعض الاعمال لتطوير مسألة مالية ولكن ياكل مصاريف لزيادة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية بتدعمك لكن الزهرة بما انه رح يعمل زاوية تربيع مع القمر فعشان هيك يكون في ضغط على البيت الثالث فممكن اليوم تعصب او تتهور او يعني شوي يكون عندك نوع من انواع الاندفاع بدك تركز بشكل جيد صحيح انه عندك قدرة على الاقناع وسرعة بديها عالية ورح تنجح باتصالاتك او حتى تنقلاتك ولكن بالمقابل حاول انك تضبط عصابك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي بكون لك نوع من انواع الاهتمامات العائلية او المنزلية او نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة ولكن ما تحاول انك تفرض سلطتك او تتحكم او يعني تستفز الاشخاص الموجودين حواليك في داخل البيت لانه الاجواء ممكن تقلب لعدائية وممكن تتطور وثاني اشي ما يعني ما تغامر لانه اولا عطارد بيتراجع في البيت الرابع والشمس موجودة في البيت الرابع فهي بتضغط بشكل سلبي على البيت الرابع فبتحدث بعض الامور السلبية الان في اشخاص بيسألوا بيقولك ممكن اشتري عقار انا بالفترة هاي طبعا هي بوجود الشمس لحاله لو كانت بدون تراجع عطارد بتكون ايجابية تراجع عطارد هو اللي بيخليك ما بتركز في عملية الشراء او ممكن تنغش او عملية البيع فعشانك انتظر لغاية يوم 15 الشهر بكون انتهى التراجع وبرضو صار في نوع من انواع الايجابية بتساعدك على التسويق العقار او بيع عقار ما بعديها او انه انت ممكن تشتري عقار او تغير مسكنك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الحساسية اثناء التعامل مع الحبيب فممكن اليوم تتحسس من موقف معين او تحتد او تعصب على حبيب او على احد الابناء او على احد افراد العائلة او على احد الاحبة زي الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم فممكن انك تنشط بانجاز بعض الاعمال او الاهتمامات العملية او يوكل لك عمل تحاول انك تنهي اهم ايش انك ما تخلي الاعمال تتراكم عندك انجزها حتى لو عملت ساعات اضافية اما بالنسبة للصحة شوي ممكن تظهر بعض المسائل الصحية ولكن مش ايش بخوف ممكن يكون لك بعض الاهتمامات كمراجع الطبيب او صرف ادوية او اشياء يعني بتكون لصالحك اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الاجواء روتينية يعني ما في ايش لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم فيعني حاول انك تخليه روتيني افضل من انك انت تخلق اي مشاحنات او مواجهات ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة شوي بتعطيك نوع من انواع الايجابية فممكن تنشط ببعض المسائل بعض الديون او القروض او الاهتمام ببعض المسائل المالية اللي الها علاقة اما بالاموال المشتركة اللي هي زي اموال الزوج والزوجة او امور الها علاقة بالبنوك والضريب المؤسسات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد فممكن اليوم تنضغط في مسائل علمية او نقاشات او حدية بالطباع بتكون عندك اهم اشي اذا كان عندك امتحان او دراسة بدك تركز بشكل جيد لانه الفترة هاي شوي المزاج بكون متقلب او ما في قدرة على الدراسة او الحفظ اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني شوي بكون فيها نوع من انواع التقلب على مستوى بيت السمعة فعشانك حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تهدد سمعتك بالمخاطر والخطر وفي نفس اللحظة حاول انك تعززها بعلاقاتك ومعارفك ممكن اليوم يكون لك نوع من انواع التعامل مع زميل او مع رئيسك بالعمل ممكن يكون ايجابي او سلبي على حسب طبيعتك اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو جيد فبيعزز نشاطك او علاقاتك او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة وبيت المتاعب يعني بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة انت في اضعف واقل ايام شهر حض فما تراهن على الحضوض ابدا وما تحسم عمر ممكن يتميل للهدوء والبعد عن الصخب توقع انه يكون هناك في فوضى او تأخير او خسارة برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الاول اليوم انتو مشحونين بطاقة عندكو طاقة ايجابية برضو عندكو ثقة بالنفس عالية جدا عندكو قدرة على انجاز كثير من مشاغلكم عندكو تحركات كثيرة وخصوصا رح يكون النشاط الو علاقة بالاصدقاء او بالمعارف او بالزيارات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتدعمك على المستوى المالي فممكن انك تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم او تهتم ببعض الامور المالية او المشتريات او المصاريف ولكن اهم اشي انك ما تبذر اموالك بطريقة يعني يكون فيها نوع من انواع الصعوبة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بيدعمك على مستوى تحركاتك واتصالاتك ولكن بيغلب عليك نوع من انواع العصبية بسبب تراجع طارد وجود الشمس فشوي بكون عندك عصبية وحدية صحيح انك انت بتركز وعندك قدرة على الاقناع وسرعة بديها عالية الا انه العصبية بتكون ظاهرة اما بالنسبة للبيت الرابع فبدك تحذر من اي نقاشات او خلافات منزلية او حدية بالطباع لانه ممكن هاي تسبب لك بعض المشاكل البيتية او العائلية او تظهر بعض المسائل المقلقة اللي الها علاقة بيعطال او ترتبات او خلافات اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على المستوى العاطفي بتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الاحبة وخصوصا انه اليوم ممكن تخرج بنزهة او بتغيير او بنشاط فكري وممكن يكون لك نشاط ما بينك وبين احد الوالدين او يكون لك نشاط ما بينك وبين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالجو ضاغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او يكون فيه اعمال صعبة خلال هذا اليوم او تجهد بانجاز بعض الاعمال اهم شي انك برضو تراقب وضعك الصحي من التقلبات اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة فاي بتعزز من شراكتك وبتقارب ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الازواج وممكن تتراجع عن قرار مثلا سابق او تعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تنضغط ببعض المسائل المالية المشتركة فممكن يكون بعض الترتيبات المالية مرهقة خلال الفترة هاي او اتصالات كثيرة او اهتمامات لتطوير مسألة عملية او قراءة عقد او موضوع مالي او امور الى علاقة بالقروض او الضريبة او امور للمؤسسات المالية زي البنوك والضريبة والتأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا تحمل بعض الاتصالات الجيدة خلال اليوم مع اتصالات بعيدة او حوارات او نقاشات ولكن زي ما قلنا العصبية موجودة وفي نفس اللحظة اذا كان عندك امتحان او مناقشة او مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوظ بدك تستعد وما تترك الامور للصد فيه اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء شوي متقلبة بدك تحمي سمعتك خلال اليوم ممكن شوي تكون فيه اشياء ايجابية تدعمك على مستوى العمل او تقارب ما بينك وبين اشخاص اللهم علاقة بالعمل ولكن ما تحاول تفرض سلطتك على زميل او رئيسك بالعمل او تتأخر عن دوامك او تدخل بخلافات او نقاشات حادك اما بالنسبة لبيتك 11 طبعا القمر موجود فيه فعشانيك بتنشطوا بين الاصدقاء بتجدوا تعاون منهم بغسعكم تحقيق امنية بمساعدة احدهم اطلب المساعدة وما تردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من انواع التحالف مع الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهم اشي انك ما تبقى وحيد اخرج لا لقاء الناس اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا روتينية فعشانيك منقول لك يعني ما تجهد حالك كثير بالعمل في نفس اللحظة راقب راحتك راقب غذائك خذ قصد كافي من الراحة وفي نفس اللحظة انتبه لصحتك برج الجوزاء طبعا بما ان القمر راح يكون موجود في مكان شوي يعني متقلب بالنسبة للك وهو بيت السمعة فعشانيك بدك تركز بشكل جيد وخصوصا من اي شي ممكن يشوه سمعتك بالفترة هاي ما تدخل باشياء شوي ممكن انه يكون فيها نوع من انواع صعوبة اهم شي انه بالنسبة للبيت الاول الاجواء فيها نوع من انواع الضغط بتسبب لك نوع من انواع التقلب او الحدية بالطباع ممكن شوي يكون في عندك نوع من انواع الاهتمامات لتطوير الذات ولكن بيغلب عليك نوع من انواع الضغط او هيك السلبية او اشياء متقلبة بتكون خلال هذا النهار في مزاجك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني جيدة بتدعمك تعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين بعض الاشخاص اللي ممكن يساعدوك في بعض المسائل بشكل قوي جدا ممكن تنشط ببعض المسائل المالية او تحقيق او تحصيل بعض المكاسب من عمل اضافي او مستردات مالية اهم شي انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني تقريبا فيها نوع من انواع الضغط على مستوى الاتصالات يعني في اتصالات عندك كثير خلال اليوم ممكن يغلب عليك العصبية او الحدية بالطباع او عدم التركيز اثناء التنقلات بدك تنتبه ممكن اليوم تقنع اي شخص بوجهة نظرك ولكن ان عصبت بكون العمر مش لصالحك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت وبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة فممكن اليوم تحمل لك مسائل جيدة وتتقارب بينك وبين افراد العائلة او لقاء معين او تهتم ببعض الشؤون البيتية او العائلية او امور بتعلق باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء متقلبة على المستوى العاطفي فهي بتحدث بعض التقلبات في المزاج فممكن تتحسس من تصرف الحبيب او يكون لك ردة فعل او عصبية معينة او شوي هيك المزاج يتقلب عندك فشوي الامور تكون مش لصالحك بدك تركز بشكل جيد وما تعمل اي خلافات ما بينك وبين احبائك او ابنائك او يعني احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة في نوع من انواع الضغط فممكن يتقلب مزاجك او تحتد او تعصب على مسألة معينة ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج اهم شي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تحاول تندفع وتتهور وما تكبر المسائل عشان ما تكبر الخلافات اما بالنسبة لبيتك الثامن الاجواء تقريبا جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم على بعض المسائل اللي الها علاقة بالامور المشتركة فممكن انه تهتم ببعض المسائل البنكية او امور تحصيل الديون للك او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بالدعم المالي اهم اشي زي ما حكينا ما تبالغ بمصاريفك والتزاماتك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الحدية فممكن تنزعج من اتصال او من تعاملك مع شخص خارج البلاد او تقلق بسبب امتحان او مناقشة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ لانه الامور مش لمصلحتك وخصوصا اذا انت أسأت التصرف اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة القمر موجود فيه فعشان هيك من قلك بدك تدير بالك اثناء تعاملك مع زملائك او رؤسائك بالعمل ما تتأخر عن دوامك الفترة هاي فترة امتحان يا ايجابي يا سلبي ابتمتحن جاهزيتك فعشان هيك بدك تكون مستعد هذا بيت السمعة ما في داعي للخلافات ولا داعي للمشاحنات ولا فرض السلطة اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء شوي الاجواء روتينية فبتتعامل مع اصدقائك بشكل روتيني ما بتحملك الاشياء المفاجئة الا على حسب وضعك الاجتماعي او حسب علاقاتك ممكن تكون انت من طبيعتك نشيط كثير وممكن من طبيعتك تكون انت بتحب تنطوي على نفسك وتبعد عن الناس اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع يعني هيك الضغوط المتفرقة فمنقول لك دير بالك من المفاجآت خلال هذا اليوم وخصوصا على مستوى العمل او على مستوى الصحة او على مستوى صحة احد الاحبة برج السرطان طبعا بما انه القمر الان موجود في بيتك التاسع في الحوت فهو حليف لايلك فبيدعمك في مسائل كثير اليوم على المستوى الشخصي فنفسيتك احسن وعندك يعني ثقة بالنفس عالية جدا وعندك قدرة على انجاز كثير من الامور وبرضو بتكون ملفت جدا للنظر وخصوصا للاشخاص اللي حواليك او للجنس الاخر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع يعني القلق البسيط او الامور الروتينية على المستوى المالي ممكن تكثر عندك المصاريف او الدفعات او الالتزامات او يكون عندك حدية بالطباع او تقلق بشاء مالي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن اليوم تبدع في مقابلة معينة او تنجح بتسويق لشيء معين وتكون الامور لصالحك اما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيضغط على مستوى البيت فبسبب لك بعض النفور او الحدية بالطباع او التقلب بالمزاج ممكن تعصب من مسألة معينة وممكن تحتد من مسألة معينة لها علاقة باحد افراد البيت او ظروف طارئة لها علاقة في المنزل بتظهر بشكل مفاجئ فبتضغطك وبتسبب نوع من انواع السلبية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى العاطفي فبتعمل تقارب ما بينك وبين الاحبة ممكن اليوم تنشط بلقاء الحبيب او تواصل معاه او رغبة للتقرب من الحبيب وممكن تتراجع عن قرار سابق يعني الفترة هاي فيها اشياء ايجابية بتساعدك في كثير من الامور اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل يعني في اجواء فيها نوع من انواع الضغط على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض العمال او تقلق بسبب عمل معين او يكون فيه نوع من انواع الحدية بطبعك او تنزعج من تصرف احد المراجعين اما بالنسبة لبيت الصحة فهو متقلب شوي يعني فبحدث لك نوع من انواع التقلبات المفاجئة على المستوى الصحي ولكن مش خطيرة اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ممكن يكون في نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ممكن يعني تحلوا مسألة قديمة أو تتناقشوا في مسألة أو تحاولوا تحطوا خطوط عريضة للمرحلة القادمة الفترة هي إيجابية للتصالح والتقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الضغوط على المستوى المالي وخصوصا الأموال المشتركة ممكن تقلق بشأن مطالبة مالية أو ديون أو التزامات أو بعض المصاريف أو الترتيبات المالية أو ممكن تنشط ببعض التحصيلات أو أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون ولكن ما تكمل معك بشكل كامل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو طبعا القمر موجود فيه فالفترة هاي مناسبة لكل شيء بيجي من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم ممكن تحملك هاي الفترة برضو مقابلي أو أمور إلها علاقة بالدراسة عندك حماسة وممكن تنعش صداقاتك بتمارس صلاحياتك بنجاح وكفاءة وما بتهدأ وطيرتك ونشاطك ممكن ترغب بالفترة هاي إما بالاتصالات بعيدة أو حوارات أو نقاشات أو دراسة لموضوع مميز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فمن قولك لا تتهور وما تغامر وما تدخل بأي شيء ممكن يشوه سمعتك خلال هذا اليوم ما تتأخر عن دوامك وفي نفس اللحظة ما تحاول أنك تخوض بأشياء أنت بتجهل فيها ركز بكل الأمور بشكل جيد أهم شيء دير بالك تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء بتعمل نوع من أنواع المفاجآت إما بلقاءات أو تقابل أو تلاقي أو زيارة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو بفاجأك صديق بتصرف معين أو باتصال معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا دعميتك فعشان يكفي نوع من أنواع بالثقة بالنفس بالنسبة لبيت المتاعب عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال عندك برضو ثقة بالنفس عالية جدا بالإقناع ممكن تنشط ببعض المسائل الصحية أو رقابة الصحة أو دوائية أو علاجية أو مراجعة الطبيب برج الأسد طبعا بالنسبة للقمر معروف أنه موجود بالحوت في بيتك الثامن فعشان هيك شوي الأمور المالية هي اللي بتكون العبء الأكبر عليك خلال هذا اليوم أو التفكير المادي أو المالي هو اللي بيكون راجح على تفكيرك خلال هذا النهار أو أمور تتعلق بأمور المال أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا ضاغطة ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوتر أو التقلب المزاج أو الحدية اليوم شوي مزاجك مش رايك تماما عندك نوع من أنواع الحدية والعصبية ظاهرة تماما على سلوكك وعلى تصرفاتك وعلى أقوالك بدك تحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك تغير من مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فبتدعمك في بعض المسائل المالية أو المكاسب المالية أو ممكن تنهي مسألة مالية خلال هذا اليوم أو تعمل نوع من أنواع الترتيب الإداري أو جدولة دفعات أو ترتيب لبعض الالتزامات أهم شيء أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة بالعصبية ممكن تكثر عندك النشاطات والحركة خلال هذا اليوم أو الاتصالات ولكن بدك تركز بشكل جيد أثناء تنقلاتك وأثناء اتصالاتك يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإرباك أو التشتت الذهني تطلب منك التركيز أما بالنسبة لتعاملك مع الإخوة والجران فممكن أنك تعصب على مسألة معينة ما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التقارب العائلي أو التلاقي أو التعاطف على مسألة إلها علاقة بمسألة عائلية أو نشاط عائلي أو إداري عائلي أو أمور إلها علاقة بالبيت زي مشتريات وتصليحات أو اهتمامات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتضغطك على المستوى العاطفي فممكن تتحسس من تصرف أحد الأحبة وممكن شوي تغضب لمسألة معينة أو تقلق على أحد الأحبة ممكن يكون لك نشاطات كثيرة اليوم مع حبيب أو مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي وممكن تهتم بأمور صحية أو مراجعة على مستشفى أو لا طبيب أو صرف أدوية إلك أنت استمرارية أما بالنسبة للبيت السابع فمستوى بيت الشراكة تقريبا روتيني يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل بشكل روتيني ما بينك وبين الزوج أو الزوجة يعني على حسب طبيعتكم لا بإيجابية ولا بسلبية أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر الإهمال خصوصا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أموم مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك بقوة اليوم بالاتجاهان ولكن بتكون العصبية ظاهرة ممكن تنزعج من نقاش معين أو من انتقاد معين أو من امتحان أو من مقابلة يعني تكون الأجواء مش مثل ما كنت متوقع عشان هيك من قلك لازم تستعد وتدرس وتجهز حالك قبل ما تدخل بهاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن اليوم يعني يكون في بعض المفاجآت إلها علاقة بإنجاز بعض المعاملات أو بالتقارب أو بالثناء عليك أو الإطراء على جهد أو على شيء أنت بتنجزه خلال هذا النهار ممكن يعني الشيء يكون مميز أما بالنسبة لبيت الأصدقاء بدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك فممكن تنشط بالزيارات أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني ممكن يكون لك بعض النشاطات الإيجابية خلال هذا النهار بينك وبين الأصدقاء أو بينك وبين المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك ما نقول لك ما ترهق حالك كثير ما تتعب حالك بإنجاز بعض الأعمال حاول أنك أنت برضو تأخذ قسط من الراحة حاول أنك تهتم بصحتك بشكل جيد وغذائك وراقب أمورك الصحية بشكل كبير برج العذراء طبعا القمر مقابلكم مباشرة في بيتكم السابع عشان هيك اليوم كل الموضوع بيتركز على مسائل إلها علاقة بالشركاء أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا الأجواء جيدة بتدعمك نفسيا اليوم بتلاقي ثقتك بنفسك عالية اليوم أنت مشحون بطاقة رغم أنه في عندك كثير من المسئوليات اللي ممكن أنها تعمل لك تقلب بالمزاج إلا أنه عندك قدرة عالية جدا على شحن نفسك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالمسائل المالية مقلقة خلال هذا النهار ممكن تكثر عندك المصاريف أو المطالبات أو الالتزامات أو أمور إلها علاقة بالديون أو الترتيب مسائل مالية بس بتكون بشكل مرهق إلك ما تبالغ بمصاريفك ودفعاتك أما بالنسبة للبيت الثالث لإلك برضو الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الحوارات والتنقلات والاتصالات ممكن اليوم تنشط باتصالات كثيرة أو تنقلات أو أعمال تطلب منك جهد بدني ممكن برضو تنشط بعلاقة أو بتلاقي ما بينك وبين أخ أو جار أو ممكن أنه يكون عندك تنقل بين المدن أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر فممكن تحمل لك نوع من أنواع المفاجآت أو السلبيات أو النقاشات أو تطور مسألة عائلية شوي أنت تعصب من خلالها أو تحتد أو إنها ما إجت على مزاجك أو بالوقت اللي أنت مرتبه بدك تنتبه لهذه النقاط أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين أحبابك لكن بقولك أنا ندير بالك من فرض السلطة أو الانتقاد المباشر للأحباء أو تحاول تتحكم بحياتهم أو تنتقدهم لأنه هاي ممكن تعمل لك خلاف حاد ما بينك وبين الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين إذا تعاملت بشكل إيجابي اليوم بيكون ممتاز جدا وبيحمل لك لقاءات جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني بتضغط على مستوى العمل ممكن يكون عندك مسئوليات كثيرة أو أعمال كثيرة أو تنشط بعمل ما بشكل يعني يكون ما تقدر تنجز كل الأعمال ويكون عندك نوع من أنواع الإرهاق برضو دك تراقب وضعك الصحي لأنه بتحدث لك هاي الزوايا نوع من أنواع التقلب الصحي أو يعني أشياء لها علاقة بالتوتر أو بالتعب أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم الفترة هاي مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفي هاي الفترة صعبة بتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من العدائية في الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على أنواعها يتعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر لأنه القمر مقابلك مباشرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال إما بنوك ضريبة تأمين مسترداد ديون ولكن أنه ما رح تكون النتائج مثل ما أنت بترغب ممكن في الأيام القادمة تتعزز النقطة هاي بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والعلاقة مع أشخاص خارج البلاد ممكن تطلقى اتصال من خارج البلاد شوي يعني يكون فيه معلومات أو يكون فيه أشياء إيجابية تسعدك خلال هذا اليوم ممكن تدخل بنقاش أو امتحان برضو النتائج تكون إيجابية وتساعدك أهم شيء أنك تركز بشكل جيد وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى بيت السمعة فبساعدك في إنجاز بعض الأشياء أو المعاملات أو بالتعاون طريقة التعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن اليوم تسمع كلام إطراء على بعض الإنجازات أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأجواء ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من أنواع النفور أو الحدية أو الإنزعاج من تصرف صديق ممكن تأخذ على بالك من بعض المسائل أو تحتد من بعض المسائل حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون تقلبات المزج أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبتساهم برضو أو بتساعدك في الأمور الصحية ممكن اليوم يكون لك زيارات تفقدية لبعض الأشخاص أو زيارة للأحبة مثلا أو لتفقدهم أو للإطمئنان عليهم برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم متقلب عندك لأنه أول إشي القمر انتقل للبيت السادس بيت العمل والصحة فعشان هيك شوي المزاج عندك بكون متعكر أو بتكون متخوف من بعض المسائل أو قلق من بعض المسائل فعشان هيك بيتقلب مزاجك بشكل سلبي بين فترة وفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحملك بعض المناسبات أو بعض المكاسب المالية أو بعض الأشياء اللي ممكن تحقق منها مكاسب مالية وخصوصا العمل الإضافي ممكن يجي عن طريق علاقة أو عن طريق معرفة أو واسطة أو دعم يعني الأمور أو الأجواء بتكون فيها نوع من أنواع إيجابية وممكن يتحصل على هدية أو دعم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضغطة وعصبية فممكن اليوم تكثر عندك التنقلات والاتصالات ولكن تكون كثيرة عشانك تشعر بالإرهاق أو التعب أو برضو أن يكون فيه تقلب المزاج وتظهر العصبية عندك أو ردات الفعل العصبية أو القلق حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتركز أثناء تنقلاتك لأن الأجواء مش مساعدة بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن ما تحاول تفرض سلطتك أو تتحكم بأفراد العائلة حاول ما توجه انتقادات لاذعة على أساس أن الأمور ما تكبر خليك طرف السلام دائما حاول تقارب بين وجهات النظر وحاول أنك تعالج المسائل العائلية بحكمة وصبر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني بتعمل نوع من أنواع التحسس من بعض التصرفات وخصوصا من تصرفات الأحبة فممكن اليوم تنزعج من تصرف معين أو تتقلب بالمزاج من مسألة معينة فعشانك يحاول أنك ما تثير المشاكل يعني على طول يكون لك ردة فعل فتكبر المشكلة وخصوصا مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاول أنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم هذه الفترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتهكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا واهتم بسلامتك الجسدية أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء تقريبا روتينية رغم أنها بتحمل مسائل جيدة أنها تدعمك أو تطور من العلاقة ولكن فرض السلطة أو التحكم بالشريك أو الغيرة أو الشك أو الحاولة أنك تدخل بشؤونه أو بحريته فهذه الأمور ممكن تحدث نوع من أنواع الخلافات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تنشط ببعض المسائل البنكية أو الإدارية أو القانونية ممكن تهتم ببعض المسائل المالية اللي لها علاقة بشؤون الشريك مثلا أو أشياء مكاسب حقاقها الشريك بتحاول تقاسم فيها ممكن برضو أنه يكون لك بعض الاهتمامات بالمؤسسات المالية زي الضريبة والتأمين أو أمور بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن الأهم إذا عندك امتحان أو مقابلة أو مناقش اليوم تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بيت السمعة شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما تشوه سمعتك وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تخالف القوانين وما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بدعمك على مستوى الصداقات والعلاقات فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ممكن تنشط ببعض المجالات الجيدة اللي تساهم بإنجاز بعض الأشياء اللي بتتطلب مساعدة أو تعاون أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع التقلب عشان هيك ما نقول لك ما تجهد حالك كثير في العمال ركز بشكل جيد حاول تأخذ قسط كافي من الراحة ممكن تكون مصاب بالإرهاق خلال هذا اليوم أو عندك نوع من أنواع التعب فحاول إنك ما تعرض حالك للإصابات الفترة هاي ممكن تحمل نوع من أنواع القلق الصحي عليك أو على أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الخامس لإلكم معناته اليوم ثقتكم بأنفسكم عالية مشحونين بطاقة إيجابية عندكم ثقة بالنفس وعندكم برضو ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر هاي الأمور بتميزكم خلال هذا اليوم فحاولوا تستغلوها بكل الإيجابيات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية ضاغطة يعني بتسبب لك نوع من أنواع التوتر إما قلق مادي أو انزعاج أو اهتمام ببعض الحسابات اللي شوي ممكن يكون منها مربك أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك وخصوصا الأشياء المش ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتنشط اليوم بتنقلاتك بشكل جيد جدا وممكن تنجز كثير من المهام أو تسوق لشيء معين أو لعمل أو تعمل مناقشة أو مقابلة وتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت روتينية ولكن بما أنها روتينية وفي شوية سلبية على الموضوع فحاول أنك ما تثير أي خلافات أو مشاكل أو أي شيء له علاقة بالاستفزازات العائلية ما تكبر الأمور وما ترهق حالك بالعمل المنزلي وبرضو ما تفتح ورشات وممكن تكون مرهقة اهتم بالمسائل العائلية والبيتية بشكل روتيني بكون أفضل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة يعني نبتن والقمر موجودات بيدعموك بشكل جيد فبتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي ببعث على البهجة والانشراح بوزعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلكه حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشروع جديد أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة ابتسم الحظ إلى جانبك في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتضغط على مستوى العمل فممكن أنك ترهق حالك اليوم ببعض الأعمال أو يكون عندك كثير من الأعمال اللي بحاجة إلى العمل الدؤوب فتسبب لحالك نوع من أنواع الإرهاق أو التعب الجسدي بدك تراعي صحتك وبدك تراعي وقتك وما تجهد حالك زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك ممكن تعزز علاقتك معها أو تتراجع عن قرار سابق أو تحمل لك مصالحة إذا كان في خصام ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة برضو على مستوى الأموال المشتركة صحيح أنه ممكن تكون بعض الأمور مرهقة أو بحاجة لتركيز وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالقروض والديون والأمور البنكية أو الضريبية يعول حسابية شوي بدها تركيز ولكن إجمالا ممكن تحقق نتائج جيدة أما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشط بالاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالمقابلات أو النقاشات أو الامتحانات أهم شيء إذا عندك امتحان أو مقابلة تستعدلها بشكل جيد وما تعتمد على الحظ وخصوصا في البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فاليوم ممكن تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو تنجز بعض الأعمال اللي تسمع من خلالها نوع من أنواع الإطراء أو الثناء على مجهودك ركز بالمكاسب حتى لو اضطريت أنك أنت تتعاون مع زملائك أو مع رئيسك بالعمل أو مع أحد الأشخاص لإنجاز بعض المهام أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو يصير في عندك زيارة أو لمة أو تقابل ما بينك وبين أفراد أصدقاء أو معارف أو علاقات يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية بس ما تنزعج من تصرفات بعض الأصدقاء إذا انتقدوك أو وجهوا كلام شوي تتحسس منه فاتثير مشكلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك فعندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك أنت تركز بشكل جيد وما ترهق حالك وراقب وضعك الصحي وراقب غذائك وخذ قصد كافي من الراحة برج القوس طبعا بما أن القمر موجود في البيت الرابع معناته على المستوى النفسي أنت مضغوط وشوي متقلب عندك المزاج عندك نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو التقلب الحاد بيكون في طباعك خلال هذا النهار مرضو العصبية بتكون ظاهرة بشكل كبير فحاول أنك أنت تمسك حالك وما تعصب وما تنفعل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أو تحدث لك بعض المفاجآت على المستوى المالي ممكن تنشط ببعض المسائل المالية أو تحقق بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالأمور المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأمور جيدة حاول أنك تستغل الفترة هاي المكاسب ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث الأمور جيدة بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والإقناع ولكن بالمقابل عندك عصبية وحدية بالطباع فممكن تخرب على حالك بسبب عصبيتك أو تهورك أو اندفاعك خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالنقاشات أو الحوارات أو يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا جيدة على مستوى البيت فبوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي مستجد وممكن يشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي متقلبة بتخلي فيه نوع من أنواع الحدية أو التقلب بالمزاج أو الرغبة بالتحكم أو فرض الرأي أو الانتقام من أحد الأحبة السابقين ولكن حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك وحاول أنك ماثير المسائل العاطفية الزيادة ممكن الفترة هيتحمل لك خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين إذا ما انتبهت أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل والصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعة الطبيب أو استشارة أو ممكن جلب بعض الأدوية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغطة رغم أنها جيدة على مستوى تعاملك مع الشريك أو مع الزوج أو مع شريك المال ولكن في لحظات بتقلب المزاج عندك فممكن تثير مشاكل أو تتذكر موضوع أو تفاتح بموضوع معين فتكبر خلاف من لا شيء ما تكبر الأمور وما تحتد أثناء النقاشات وتعامل بنوع من أنواع الود أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالبنوك أو بالضريبة أو بالتأمين أو بالاهتمامات بالأموال المشتركة أو بأموال قروض أو ديون أو أشياء مستحقلة إليك بتحاول أنك تحصلها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء فيها نوع من أنواع السلبية باتصالاتك لبعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تستاء لتصرف أحد الأشخاص اللي خارج البلاد أو أحد الأصدقاء ممكن تقلق من مسألة معينة أو يجيك خبر شوي يكون مستفز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تعزز ثقتك بنفسك أو تعزز علاقتك مع المحيط خصوصا مع المعارف أو مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل ممكن تدافع عن سمعتك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء الروتينية يعني بتتعامل على حصب طبيعتك ولكن بالمقابل حاول أنك ما تحتد وتعصب وتنتقد أحد الأصدقاء فهذا الأمر ممكن ينعكس سلبا أو صير خلاف ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو الاهتمام بالشؤون الصحية فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل ضروري أو بشكل جيد وممكن برضو تهتم بصحتك أو رقابة أو غذاء أو مكملات غذائية أو أدوية معينة لعلاج أشياء تجميلية برج الجدي طبعا اليوم ثقتكم بنفسكم عالية جدا عندكم نشاط عالية جدا رغبة بالتحرك وإنجاز كثير من الأعمال مشحنين بطاقة إيجابية عالية إذا حاولوا تستغلوها لأنه يعني فرصة جيدة وتعتبر هاي من أفضل الفترات خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا مرهقة على المستوى المالي يعني المال هو اللي بأرقق خلال هذا اليوم جمع المال أو العمل أو أشياء بتحصل منها بعض الأموال ولكن بتكثر عندك المصاريف والدفعات أو بيجيك التزامات مالية شوي بتكون مرهقة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة فاليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات الفترة هاي مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم امتحان وللمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتتقدم لعمل مهم بالفت النظر والإعجاب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن يصير فيها نوع من أنواع الخلافات ولكن بدي أنا بهك لنقاط لا تحاول تفرض سلطتك على أحد أفراد البيت أو أفراد العائلة ما تحاول تدخل بنقاشات حدي ما تحاول تتحكم فيهم ما تحاول أنك أنت تفتح ورشات تكون أساسا عبئ عليك وما تقدر أنت تنجزها بالكامل ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو أحد الأبناء أو نقاش معين أو تستاء لتصرفاته أو ممكن لإنصياعه لبعض الأمور الغلط أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة فممكن اليوم تحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التقابل أو الاتصال مع أحد الأحبة وتعزيز علاقتكم مع بعض ممكن يكون لك شغلات إيجابية برضو مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني جيدة على مستوى العمل ولكن مش كما يرغب ولكن بتقدر تنجز بعض الأعمال ولكن ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال يعني ما بتنجزها بالكامل والأهم أنك تنتبه على حالك من التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وبتعمل تقارب أو مصالح ما بينك وبين الشركاء فممكن اليوم تعزز علاقتك مع الزوج مثلا أو مصالح معينة أو تلطيف للأجواء أو تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأموال المشتركة مؤرقة فعشان هيك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة في البنوك أو الضريبة أو التأمين أو الدفعات أو المستردات المالية أو الالتزامات أو الفواتير فهاي الأشياء ممكن اليوم ماشي تنجز منها أشياء إيجابية وتكون لصالحك ولكن بالمقابل ممكن يكون فيها نوع من أنواع الضغط أنك ما تقدر تنجزها بالكامل أو يكون صعب أنك تنجزها بالكامل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تنشط بحوارات أو نقاشات أو تتعلم مسألة جديدة أو تدخل بإشيء لعلاقة بالبحث أو تبحث عن مسألة معينة ولكن الأهم أنك أنت تركز إذا كان عندك امتحان وتدرس وتستعد بشكل جيد وخصوصا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أما بالنسبة لبيت السمعة فطبعا بدك تنتبه اليوم حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تغامر وما تجازف ما تتأخر عن دوامك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تدخل بنقاشات حادة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد فبدعم من علاقاتك ومن صداقاتك بعمل نوع من أنواع التقارب فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل الجيدة اللي لها علاقة بلقاء أو تلاقي مع صديق أو مثلا رحلة مشتركة أو زيارة أو تفقد صديق أو صديق يتفقدك يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت الصداقة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك ما نقول لك ما ترهق حالك بالأعمال ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال حاول تنجز العمل المهم وتأجل العمل الآخر وبرضو حاول أنك تراقب راحتك وتراقب صحتك وغذائك خلال هذا النهار ممكن تقلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا رغم الإيجابية اللي موجودة إلا أنه اليوم ممكن يتقلب مزاجك أكثر من مرة ممكن اليوم يكون فيه تقلبات أو حدية بالطباع أو شوي هيك تقلب المزاج ما بين إيجابية وسلبية أو يعني تحتار من كثرة التفكير أو الضغطات بالتفكير شوي هيك تخليك تهمل بصحتك أو تهمل بنفسيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد وبتحصله اليوم ممكن على مبلغ مالي بدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم شيء أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي بتستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر المبالغة بمصروفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات أنت نشيد جدا وممكن تنشط بأكثر من اتصال مع بعض أو أكثر من تنقل مع بعض يعني عندك نشاط عالي جدا ممكن تتنقل بين المدن أو تتنقل بين المحافظات أو يكون عندك تسويق أو مناقشة أو مقابلة لأهم شيء أنك تركز بشكل جيد وإذا عندك امتحان تركز بشكل جيد وحاول تنتبه من العصبية والحدية بالطباع وما تغامر وما تجازف أثناء تحركاتك وتنقلاتك بالسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت فتعمل تقارب عائلي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم بمسألة عائلية أو نقاش معين أو تقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن يكون عندك نشاطات بمشتريات أو تسوق أو اهتمامات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى بيت الحب العاطفي برضو جيد بيدعمك فبيعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن برضو يحمل لك نوع من أنواع الاجتماع أو الألف أو التعامل المشترك ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن الأهم أنك ما تنرفز وما تتحسس لأنه شوي الأمور بتكون مش لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى بيت العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات العملية أو التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو التعاون بإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بملف لتطوير نظام أو مكان العمل عندك أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التقلب على مستوى الشراكي فهذه بتحدث ما بين الشركاء أو الأزواج دائما نوع من أنواع الحساسية فعادي بتحسس الواحد بزعا لأنه خالفه أو لأنه اطمأن عليه أو لأنه اتدخل بشؤونه فممكن تثور مشكلة أو عصبية ما إلها داعي حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فبتحملك نوع من أنواع التلاقي على مسألة إلها علاقة بالضريبة أو تأمين أو بنوك أو مشروع معين أو اهتمامات بحسابية مثلا محاسبة سداد ديون جدول الديون كلها هاي برضو بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن تنزعج من اتصال بجيك من خارج البلاد أو تقلق بشائن شخص خارج البلاد ممكن موضوع له علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو بالدراسة أو بالامتحانات شوي يكون صعب إذا ما استعديت بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتعمل تقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن تنجز أعمال اليوم بشكل جيد أو بل ممتاز أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء ضاغطة فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع الحدية مع بعض الأصدقاء ممكن خلاف وجهة النظر أو تنزعج لتطفله أو تفضوله أنه يدخل في شؤون حياتك فشوي ممكن أنك تحتد برضو ممكن يوجه لك انتقاد وإنت ما تستقبل الأمر أو يخذلك بعض الأصدقاء في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة ممكن أنها تساعدك بإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض الأمور الصحية أو الرقابة الدوائية أو تحاول تأخذ مثلا قسط من الراحة ما ترغب للتحرك خلال هذا اليوم في كثير من الأوقات برج الحوت طبعا بما أن القمر وصل لعندكم وبلش يعمل زوايا جيدة فعشانك اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد عندكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة تعتبر هاي من الأفضل خلال فترة هذا الشهر خصوصا بفترة تواجد القمر عندك عما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية شوي مربكة خلال الفترة هاي بتحدث لك نوع من أنواع التقلبات أو الرغبة بالمصاريف أو بالرغبة بعدم المصاريف يعني يا بتصرف بكثير يا إما بتمسك إيدك كثير وهذا إشي بسبب لك نوع من أنواع المشاكل أرتب أمورك المالية وما تحافظ لتفرض سلطتك المالية على أشخاص أو تتحكم بأشخاص بسبب المال أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحي إنها جيدة فاليوم تنشط بأمور إلا علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات عندك قدرة عالية جدا على الإقناع وعلى التسويق فممكن اليوم تحقق إنجازات عالية جدا وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة الأمور رح تكون جيدة ولصالحك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني الأجواء متقلبة خلال هذا النهار ممكن تظهر بعض المسائل المتقلبة ما بين أنه أنت عندك قدرة على الإنجاز والتقارب وما بين خلافات عائلية ممكن تظهر على الساحة أو أعباء أو أعطاء المنزلية تكون مربكة فالتقلب هذا على مستوى البيت ممكن يحدث لك مفاجآت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فاليوم ممكن تتعزز علاقاتك العاطفية أو تتقارب مع الحبيب أو تتلاقى معاه أو تتواصل معاه ولكن الأهم إنك تدير بالك من سوء التفاهم وإنك تتحسس من التصرفات وخصوصا أثناء التعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو مع الحبيب نفسه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي يعني بتكون فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن تتراكم عندك بعض الأعمال وما تقدر تنجز كل شيء أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل وتكون مربكة أهم شيء أنك تتراقب وضعك الصحي بشكل جيد وتأخذ احتياطاتك إن شعرت بشيء غير اعتيادي إنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكة فهي بتدعم من علاقاتك وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك فممكن اليوم يصير فيه تفاهم جيد ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو تتراجع عن قرار سابق أو تنجز عمل المشترك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تقلق بشأن دين أو تحصيل مالي أو مطالبة مالية فهي الأشياء الشوي ممكن اليوم تكون مربكة بالنسبة لإلك وما تقدر تنجزها بالكامل أو يكون فيها نوع من أنواع التعطيلات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى اتصالاتك البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل لها علاقة بالامتحانات أو الدراسة إذا كان عندك امتحان أو دراسة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيت السمعة فالأجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ولكن ما تحاول أنك تفرض سلطتك أو تتحكم فيهم أو أنك تتعالى عليهم أما بالنسبة لبيت المتاع بيت الأصدقاء فهو جيد فبدعمك اليوم ممكن تنشط بكثير من الاتصالات أو تلاقي مع الأصدقاء أو زيارة مثلا أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يعني الأجواء إيجابية بتعزز من ثقتك بنفسك وبرضو ثقتك بالأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء متقلبة شوي فبدك يعني تحاول ما ترهق حالك كثير صحيح أن الأعمال عندك قدرة على إنجازها ولكن ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها أو تكون ثقيلة بحاجة لا يومين ثلاثة لإنجازها وبرضو ممكن يكون لك اهتمامات صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر